العاملة في مشروعات التنمية في المحافظة الحقيقة يمكن أن يكون النهاردة زي ما حرككم تابعتم معنا سيد محافظة بحيرة استعرض كل المشروعات القومية الكبرى التي تتنفس في محافظة البحيرة وحجم العمل الذي يتعامل في المحافظة هو نموذج الذي يتعامل في الـ 27 محافظة لا يوجد محافظة في مصر لا يوجد مشروعات قومية تنموية هدفها في الأساس هو رفع مستوى المعيشة لكل أهالينا في كل ربوع مصر سيد المحافظ عرض أن على مدار الأربع سنوات الماضية بيتنفذ أكتر من 4,320 مشروع بتكلفة 80 مليار جنيه دي المشروعات القومية اللي بتتنفس في كل ربوع المحافظة اتنفذ منها حتى هذه اللحظة 60% منها بنسبة انفاق أكتر من 49 مليار جنيه الكلام ده بيتم بالتوازي يعني ده كله بيتعامل وجنبه بالتوازي بدأت طبعا المبادرة العظيمة مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها في خمط رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللي يمكن النهاردة احنا كنت بسعد وبقدم كل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة ممثلة في المنطقة العسكرية الشمالية والهاية الهندسية اللي بيقوموا على تنفيذ كل المشروعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة في محافظة البحيرة اللي بيتنفس في مبادرة حياة كريمة النهاردة عشان نعرف برضو حجم ده بيتنفس احنا بنشمل ست مراكز من المحافظة 42 وحدة محلية بأكتر من 3900 قرية وتابع عدد المشروعات 8868 مشروع بتكلفة 44 مليار ده غير 80 مليار اللي احنا بنتكلم عليهم كمشروعات قومية يعني لما بنجمع الاتنين مع بعض يبقى محافظة البحيرة نصبها من مشروعات التنمية اللي في البلد 124 مليار جنيه انا بس حابي بحطه قدامك وزير ارقام عشان نعرف الدولة المصرية على مدار الاربع او الخمس سنوات طبعا الاخيرة ولكن هو بالاخص يعني منذ 8 سنوات منذ تولي في خامة الرئيس ولكن طبعا الحجم الاكبر بدأ من الانجاز في اخر خمس سنوات وصلنا في محافظة واحدة بـ 124 مليار وفي كل محافظات مصر هنلاقي الارقام بهذا الشكل وما فيش قطاع ما بيتعملش فيه تنمية ويمكن احنا كحكومة حضراتكم تابعتوا معانا منذ ايام قليلة واحنا بنعلن عن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية اللي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باطلاقها عشان مجابهة الازمة العالمية الطريقة والاستثنائية اللي احنا بنواجهها واللي الدولة اعلنتها فوق كل المشروعات اللي بتتنفذ واللي ان شاء الله هتبدأ تنفذها يعني بنهاية هذا الشهر شهر اغسطس لكن اللي انا عايز اقوله احنا بالنسبة الحماية الاجتماعية والتنمية الحضرية والمجتمعية مشروع حياة كريمة في حد ذاته هو قمة وعظمة يعني مستقلات عملية الحماية الاجتماعية لما بندخل على الريف المصري اللي فيه 60% من شعب مصر ونعمله تطوير كامل لشبكات مية وصرف صحي وكهرباء وغاز واتصالات وحادات صحية مدارس حضنات مباني مراكز شباب تضامن اجتماعي كل الخدمات اللي ممكن ان القرية كانت في امس الحاجة اليها لعقود طويلة مضت وما كانتش موجودة النهاردة بقت بتبقى موجودة وبتتنفذ على الارض على اعلى مستوى يمكن النهاردة زي ما حرقكم شايفين احنا اختتمنا يعني الجولة بزيارة المدرسة وهنا فيه قافلة علاجية يعني كبيرة جدا بتتنفذها من خلال جامعة طنطة اسادزة على قمة الهرم العلمي اطباء مع اسادزة مساعدين مع مدرسين كلهم جايين هنا بيعملوا كل الخدمات الطبية الاهلينة في القرية احنا بنتكلم هنا ان كل هذه النموذج من القوافل تقريبا موجود كل يوم في قرية في قرى مصر كل دي الحقيقة انا باعتبرها حزمة من الحماية الاجتماعية اللي الدولة المصرية بقالها مش منتظرين كانت الازمة تحصل احنا بأنب على هذا المنوال حضراتكم عارفين في اخر خمس او ست سنوات حجم العمل اللي بيتعمل في هذا التوجه قد ايه وعشان كده يمكن مرة اخرى انا بحابب ان انا وجه الشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه المشروعات الكبيرة يعني اعتقد الحمد لله يا رب هذه المشروعات لو لاها كوننا هنلاقي ان الوضع على الارض غير كده خالص ما زال امامنا طريق طويل ومحتاجين لسه نشتغل يمكن اكتر من كده وحنبز الجهد اكبر من كده ولكن الحمد لله احنا مطمئنين ان احنا على المصارر الصحيح مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات التنمية المجتمعية اللي حضراتكم شايفينها دي اولوية قصوى للحكومة المصرية مهما كانت الظروف والتحديات ومستمرين في تنفيذها في خلال المرحلة القادمة ان شاء الله بشكر حضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين تفضل سان نور زي ما قلت لحضرتك يمكن احنا كحكومة ويمكن اعلناها ان هذا العام احنا متحسبين تماما للازمة واخدين كمان يعني انا عايز اقول السيناريو المتحفظ والمتقشف ويمكن ده يعني حطينه احنا في اعتبارنا ومحطوط احتياطي كبير جدا في هذا العام في الموازنة عشان الطوارئ اللي ممكن هتحصل نتيجة لان محدش عارف اسعار المنتجات واسعار الوقود هتحصل ايه فاحنا متحسبين تماما ولكن على الرغم من كل ده مزالت المشروعات الذات الاولوية وعلى رأسها حياة كريمة لم يتم المساز بيها لان هذا المشروع احنا ناعي تماما ونؤمن كدولة مصرية ان بيحقق العديد من المستهدفات اللي ما نقدرش النهاردة نتخلى عنها او يحصل طباطه لكن اللي بيحصل وحقولها بمنتهى الامانة غزبا عننا وحقول ايه اللي بيحصل ان ببساطة شديدة ان نتيجة للمشكلة الخاصة بموضوع التوريد المواد الخام اللي بتدخل فيه تصنيع كل المنتجات اللي بتحصل هنا دي حاجات بنستوردها من بره بعض الالات والمعدات برضو بنستوردها من بره النهاردة بقى فيه تأخر في توريد هذه المستلزمات والمواد الخام من الخارج فده اللي خلانا غزبا عننا كجهات تنفيذية بالرغم ان التمويل متاح ان احنا بنعمل اعادة يعني جدولة للمشروعات بحيث كنا بنأمل اصحيح ان المرحلة الاولى تنتهي بالكامل على تلاتين ستة الماضي لكن النهاردة مع الظروف اللي العالم كله بيمر بيها عملنا تعديل البرامج بحيث تنتهي ان شاء الله في اخر العام اتنين وعشرين يعني تبقى واحد وثلاتين واثناشر لكن اللي انا عايز اأكد عليه حجم الجهد اللي بقى معمول وشركات المأولات احنا يمكن النهاردة وارجو من حراركم ناخد بالنا يمكن في العرض كل العاملين في المشروعات اللي احنا يعني زورناها كلهم من اهالي مركز ودي النطرون فالنهاردة احد اهم اهداف حياة كريمة انه بيوفر فرص عمل للشباب اللي كان انا اسف مش لاقي فرص عمل موجودة على المستوى المحلي وعلى مستوى القرى وبيتم توظفهم من خلال هذه المشروعات وبيجد فرصة عمل لائقة وانسانية تخليه انه تمكنه من ان هو يفتح بيت ده شيء مهم جدا واحد اهم اهداف حياة كريمة اه هاني النحاس قلت صدر البلد طبعا احنا متابعين مع حضرتك الجوالات اه بخصوص حياة كريمة في المحافظات هنا في الواطنية والنهاردة في البحيرة اه جهته طبعا مشكور واعتقد كل المواطنين حسين بمجود اللي بتنزل الحكومة ولكن طبعا مع المشكلات العالمية وطبعته الاتصال العالمي المصريين بتطمينوا حوالين برامج الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الاسعار هل هيكون هناك رؤية اه اضافية او مختلفة للحكومة خلال الفترة اللي جايه بخصوص للحماية ال الاجتماعية هل هيتم ضم فئات جديدة مخصوص برامج الاحماية الاجتماعية لمواجهة ارتفاع الاسعار شكرا فانا خلينا اقول ان احنا لما اعلننا الحزم اللي يمكن حضراتكم منذ ايام واللي كانت تبقى لتوجيهات فخامة الرئيس احنا حطينا فيها حاجات هتبقى دائمة احنا لما رفعنا عدد الاسر اللي مستفيدة من معاش تكافر وكرامة لما بين 900 الف المليون اسرة ده حيبقى خلاص معاش دائم يعني مش مرتبط بالحالة الاستثنائية اللي موجودة وده مستهدف منه ان احنا نصل الى اكتر من خمسة مليون اسرة مصرية خمسة مليون اسرة مصرية يعني يعيشين في المئة من الشعب المصري حيبقى بياخد هذا الدعم النقدي المباشر وده خلاص بقى ليه صفة الاستدامة بنغير طبعا تبقى للمعايير بتاعت هذا البرنامج كل ثلاث سنين بنراجع نشوف الاسر لو كانت خلاص بقى ليها فرص دخل وعندها دخل لائق وسابق بسابق بنخرجها وبندخل مكانها لكن بقى العدد موجود الخمسة مليون اسرة بقوا خلاص موجودين البرامج التانية زي اللي احنا اعلنها لزيادة 100 جنيه على بطاقات التموين تسرف في صورة سلع دي بتبقى مرتبطة طبعا بالحالة الاستثنائية اللي احنا بنواجهها كعالم وعارفين ان فيه تدخم وفيه ارتفاع الاسعار فبنتدخل بهذه النوعية من الحزم الاستثنائية وبتبقى مرتبطة بمدة عشان يبقى المواطن فاهم احنا حطنها 6 اشهر ومرتبطة بانتهت انتهاء الظروف العالمية دي من عدمها طبعا احنا هنقيم الموضوع قبل انتقضاء المدة ونشوف ونقرر يعني تبقى لتوجيهات فخامة الرئيس ما اذا كان هناك حاجة الى الخروج بمجموعة اخرى من الخطوات ام لا لكن احنا طبعا بنتابع على مدار الوقت كل يوم الموقف ايه على الارض وزي ما بقول لحضراتكم يعني اهم حاجة ان حتى مع الزيادات اللي بتحصل في اي سلع او خدمات الدولة بتتحمل الجزء الاكبر وبيبقى الجزء البسيط اللي بننقله للمواطن لان احنا ادراكا مننا عارفين كويس قوي الظروف المعيشية اللي بيمر بيها المواطن المصري اخر سؤال اخر سؤال دولة الرئيس يعني هذا المشروع ربما يكون فرصة لتعزيز بالنظر لحجم اعماله فرصة لتعزيز قدراتنا التصناعية وتبطيل وتبطيل التكنولوجيا يعني هل هناك خطة حكومية في هذا الصدق بوس فانم تأكيدا لكلام حضرتك احنا طبعا حجم كبير جدا النهاردة بقت من المواد الخام والمعدات مصنع محلية وده شيء مهم جدا يعني يمكن كل اللي حضركم شفتوه ده مصنع محلي انا بتكلم هنا على مواد الخام والانشاءات والتشتبات وكل الكلام ده لكن مازال طبعا عندنا تحديات في بعض المعدات اللي يمكن احنا كمصر النهاردة فيه خطة وبتتنفذ على الارض لتوطنها على سبيل المثال الطولمباط الخاصة بمحطات المياه ومحطات الرفع النهاردة عشان نبقى عارفين 75% من كل مشروعات الكهرباء بقت بتنتج محلية احنا وصلنا نسبة اكتفاء ذاتي في كل مواد الخام ومستلزمات قطاع الكهرباء الى اكتر من 75% فالمشروعات دي بتساعدنا فعلا وبتشجع على ان يبقى فيه توطين لهذه الصناعة ما زال طبعا التحدي الاكبر وانا اقولها بمنتج شففية ان احنا بنشتغل في ظرف استثنائي عالمي يعني ما حصلش بقاله يمكن 100 سنة فيمكن ده معامل تحديات لو كنا في ظروف طبيعية كان ممكن يبقى الانجاز اكبر من كده بكتير ولكن نتيجة للظروف اللي احنا بنمر بيها ممكن يبقى احنا بنحققش 100% من مستهتفات توطين الصناعة ولكن على الاقل بنحقق نسب عالية في هذا الانشاء انا بشكر حضراتكم وكل سنة من طيبين وان شاء الله يمكن نأمل يبقى الجوالات القادمة هنبقى في بعض محافظات السعيد ان شاء الله شكرا